السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا جماعا بخير فيديو النهاردة فيديو جديد في قناة اعمل بنفسك والفيديو بتاع النهاردة بناء على طلب ناس كتير واسئلة ناس كتير كان بتسألني في الكومنتات وفي ناس كان بتتصل بي بتقول لي انا مش عارف اوصل الاسلاك بتاعت الكهرباء بتاعت السخان اللي هي بتكون رجبة على الترومستات وفي طريقتين للتوصيل حسب السخان في سخنات زي سخنات اوليمبيك بيكون فيها زرار فصل وتشغيل وفي سخنات زي سخنات اطلانتك و سخنات تنواع تانية ما بيكونش فيها الضرار دوت بيكون فيها لمبة بيان والفيشة فقط لو انت بقى عامل لها مفتاح خارجي لكن السخان نفسه ما بيجيش بزرار تشغيل و فصل فدول بيكونوا مختلفين في طريقة التوصيل فهنعرف النهاردة الطريقة بتاعت التوصيل بتاعت السخان لو في عندك زرار في السخان وكمان الطريقة لو ما عندكش زرار في السخان في فيديو النهاردة بإذن الله عشان تعرف توصل بنفسك السخان لو فيه عندك اي مشكلة في الترومستات او غيرته او مش عارف توصله فخليكم معايا في فيديو النهاردة هنشوف الطريقتين بس يا ريت لو انت لسه مشتركتش في القناة انزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس عكل عشان يوصلك كل جديد وما تبخلش علينا بدوس اللايك ويلا بينا نشوف الطريقة ازاي تعالوا مع بعض نشوف الطريقة بتاعة توصيل الكهرباء للسخان ازاي وزاي ما قلنا فيه طريقتين للتوصيل الطريقة الاولانية بتختلف هي حسب نوع السخان وفي الاغلب 90% من السخانات مش هتخرج عن الطريقتين دول غير السخانات الديجيتال فيه سخانات ديجيتال بتختلف لكن لو عندك سخان عادي بمؤشر سواء الطريقة دي هتنفع معاك او الطريقة دي انت بهتقدر تحدد من البداية لو عندك السخان فيه زرار تشغيل وفصل زي سخان اولمبيك هتبقى الطريقة دي هي دي اللي هتنفع معاك لكن لو عندك السخان مفوص زرار تشغيل وفصل من السخان نفسه سواء بتشغل بالفيشة او انت عامله مفتاح خارجي فالطريقة التانية هي اللي هتنفع معاك تعالوا نبتدي اول حاجة بالسخنات اللي هي مفاياز زرار تشغيل ادي السلك الرئيسي زي ما انتوا شايفين السلك الرئيسي اللي معانا ده فيه تلات اطراف اهم زي ما انتوا شايفين السلك اوه فيه اخضر واصفر مع بعض وفيه سلك ازرق وفيه سلك بني وادي الترومستات هتوصل ازاي ومعانا طبعا لمبة الاختبار او لمبة البيان بتاعت السخان اللي هي بتنور لك لما بتكون السخان ووصل لدرجة المية بتاعته السخونية المطلوبة بتبتدي تفصل وطول ما المية لسه ساعة بيبتدي اللمبة دي بتكون منورة طيب اول حاجة هتجيب مفاكة كده وهتلاقي عندك مصمرين ادي مصمار و ادي مصمار المصمار ده مكتوب عليه حرف الاي والمصمار ده مكتوب عنده حرف البي هتفك المصمار ده كده شوية مش هتفكه قوي وهتفك المصمار ده كده شوية طيب هتجيب بقى السلك الرئيسي بتاع الفيشة هتوصل الطرف الازرق اللي معانا ده اهو فحرف الاي اهو كده زي ما انتوا شايفين وهبتدي اربط المصمار ده كويس وهتأكد اما هو ربط طيب حرف البي هنوصل فيه الطرف البني اهو برضو نفس الطريقة كده وهنبتدي نربط تمام زي ما انتوا شفتوا كده حرف البي في الطرف البني وحرف الاي السلك الازرق فاضل معانا السلك اللي احنا قلنا عليه اصفر فاخدر ده بيتربط في جسم الهيتر جسم الهيتر هتلاقي عندك الهيتر مساحته كبيرة مدورة وهتلاقي في مكان ربط في جسم الهيتر هتبتدي تربطه في جسم الهيتر وكده هتبقى وصلت توصلت السخان اللي معاك طبعا الترمستات ده بيركب على الهيتر ممكن نوص كده الهيتر الهيتر بيكون فيه هنا الطرفين دول الطرفين دول بيخشوا هنا كبس كده تركب كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهم باين معاكم بنبتدي نزق كده ركب وتركب طبعا الهيتر بيكون راكب جوا السخان انا بس بحاول اوضح لكم بيركب ازاي للناس برضو اللي مش عارفة الطريقة دي تمام طيب كده وصلنا نشوف بقى اللمبة ايدي اللمبة اللي معانا بتبص هنا بتلاقي فيه فتحتين اهم زي ما انتم شايفين هتجيب طرف هنا اي طرف فيهم يعني وهتوصله هنا والطرف التاني بتركبه هنا زي ما انتم شايفين كده بتركب كبس بس ما فيش حاجة ما بتتربطش ولا اي حاجة ايه بتربط كبس كده كده وصلنا لمبة البان بتاعت السخان ايه تمام كده تقدر تركب الترمستات ومش هيكون عندك اي مشكلة دي اول طريقة تعالوا بقى نشوف الطريقة التانية الترمستات طبعا ما بيكونش مختلف الترمستات هو هو الترمستات الطريقة دي بتختلف في ايه عشان زي ما قلنا ده زرار التشغيل اهو هنشوف كده نقلب كده عشان نشوف ده زرار التشغيل اهو تقدر تشغل منه السخان وتطفي بدل ما تشيل الفيشة او لو انت مفيش عندك مفتاح خارجي بتقدر تشغل من هنا وتطفي تمام اللمبة دي بتعرفك اما السخان واصله كهرباء يعني دي مش بتنور وتطفي زي اللمبة دي اللمبة دي وظيفتها اما بتعرفك اما السخان واصله كهرباء بتفضل طول ما السخان واصله كهرباء والفيشة محطوطة بتفضل منورة اول ما بتفصل بتبتدي اللمبة دي تطفي لكن اللمبة دي وظيفتها اما هي بتعرفك المية اللي في الحلة بتاعت السخان سخنت ولا ساعة طول ما اللمبة منورة يبقى كده السخان لسه بيسخل المية ودرجة الحرارة اللي مزبوط عليها الترمستات ما وصلتش للدرجة المطلوبة اول ما المية بتسخن بتبتدي اللمبة دي تطفي يبقى دي اعرفنا لمبة التشغيل عشان هنشرح دلوقتي ازاي التوصيل فلازم تركز في الحاجة دي دي لمبة التشغيل ودي لمبة البيان لمبة البيان اللي بتعرفك السخان المية سخنت ولا لا ودي لمبة التشغيل وده المفتاح طيب تعالوا بقى نشوف الطريقة ادي السلك الرئيسي بتاع السخان بتاع الكهرباء طرفين هم معنا طرف بني والطرف الازرق زي ما احنا شوفنا في الاولاني هنا بقى التوصيلة ازاي ادي الطرف البني الرئيسي زي ما انتم شايفين الطرف الرئيسي ده بتجيب طرف من اللمبة اللي هي لمبة التشغيل بتاخد لها من الطرف البني وبتوصل الاتنين مع بعض وبتبتدي توصلهم على المفتاح في جنب واحد مع المفتاح اهو تمام زي ما انتم شايفين كده اهو الاتنين بتوصلين مع بعض في المفتاح وبتجيب سلك تاني بتوصله في الطرف الباقي اللي بالمفتاح بيفضل معاك اهو ده هنشوف برضو هنعمل في ايه طيب والطرف الازرق بقى اللي جاي الطرف الازرق برضو في طرفين احنا هوصلنا من اللمبة دي في البني الطرف التاني اللي معنا هنوصله في الازرق عشان دي اللي هتفضل مناورة طول ما قلنا الكهربا بتاعت السخينة هتكون متوصلة فلازم هنديها طرف من اه من السلك بتاع الكهربا طرف هنا في الازرق وطرف في البني كده سهلة الطرف البني دخلناه على المفتاح والطرف الازرق اللي معنا هنربطه على الترموستات هنيجي هنا هون هنفك برضو المصمرين زي ما قلنا كده شوية وهنوصل الطرفين دول مع بعض في حرف الايه كده وهتبتدي تربط هي الطريقة سهلة وهي ممكن بس تكون لفة شوية بسبب المفتاح مش اكتر لكن لو ركزت فيها هتلاقيها سهلة الطرف التاني اللي احنا قلنا عليه بتاع المفتاح البني هتاخده وهتركبه في حرف ال بيه اللي هو في الترموستات اهو زي ما انتو شايفين كده يبقى احنا كده وصلنا المفتاح ولمبة التشغيل مع بعض اهم فاضل معانا بقى ايه فاضل معانا لمبة الاختبار اللي احنا قلنا لما بتسخن المية بتفصل طول ما المية ساعة في السخان اللمبة بتفضل شغالة دي هتركب فين زي الطريقة الاولانية في نفس الفتحتين اللي على الترموستات طرف هنا وطرف هنا اهو زي ما انتم شايفين كده الموضوع سهل جدا لمبة البيان اللي هي لمبة الاختبار بتاعة الحرارة بتتوصل على الترموستات لمبة التشغيل بتاخد طرف في البني وطرف مع الازرق والازرق بيتوصل في الترموستات على الايه والبني بيتوصل على البي وكده تكون وصلت الترموستات او وصلت الكهربا للسخان دي الطريقة التانية وهتلاقي تسعين في المية دول الطريقتين اللي موجودين في كل السخانات زي ما قلنا وبكده يكون شرحنا طرق التوصيل الكهربا للسخان يا ريت لو عندك اي استفسار اكتبلي تحت في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي ولو عندك اي مشكلة في اي جهاز كاربائي خش عندك على القناة اتلاقي فيديوهات كتير زي ما انتم شايفين لحل مشاكل جميع الاجهزة الكاربائية ولا جهزة المنزلية ولو في عندك مشكلة ومش لقيلة فيديو على القناة اكتبلي في اي كومنت بازن الله حاول اتواصل معاك احللك مشكلتك او انزلك فيديو لحل مشكلتك على القناة يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة كدعم لينا ودست اللايك واشوفكو في فيديو جديد في قناة اعمل بنفسك سلام